من غير زعل، من غير محد يتدايق مني الفيديو هقولكو على أربع أبراج بيهرب منهم الرجالة ليخافوا منها ومش معنى كده إنها حاجة وحشة أو إنهم عندهم مشاكل أو إن استفادتهم وحشة بس في رجالة بتخاف من النوع ده من الستات، الشخصيات دي من الستات هقولكو ليه؟ هبدأ ببرج الأسد برج الأسد، ست الأسد من أكتر الستات اللي الرجالة بتخاف منها تخاف منها بجد، شخصية قوية كده وهيبة وجمدة في نفسها هتحتاج راجل ليه؟ هتضعف ولا هتكن قدام راجل ليه؟ مستحيل، فبالنسبة لست الأسد الرجالة بتخاف من أهي خلينا متفقين إن أساساً الراجل اللي بيخاف من الستة القوية ده راجل ما عندهش ثقة في نفسه أو راجل مش هيقدر يحتوي قوتها أو مش هيقدر يهندل، فبيخاف منها ما بيقرب لهاش المهم في ست برج الأسد من الأبراء من الشخصيات القوية ست بتعرف تعتمد على نفسها، بتعرف تمشي أم تلاقي لها إلا الله بتعرف تاخد قراراتها لوحدها، مش محتاجة حد في حياتها بيحس الراجل بيحس إنها طب هي محتاجة مني إيه بقى؟ هي بتشتغل وبتنزل ومعتمد على نفسها ومسؤولة من نفسها، قراراتها كلها بتاخدها بنفسها أنا دوري إيه في حياتها؟ فبيخافوا، بيحسوا إن هم مش ليهم ملهمش بكان في حياتها هيدخلوا هيبقوا طرف كده من بعيد ملهمش بكان اللي شبهها شوية العقرب، بس العقرب لأن أساسا سمعة برج العقرب مخيفة رجالة وستات فبس خلينا متفقين أن الستات، نوع الخوف منهم مختلف يعني الرجالة بتخاف من ستة العقرب علشان هي مستقلة ستة مستقلة وستة قوية وستة ما بتسمعش كلام، ما بتسمعش كلام حد دايما هي قراءها صح، هتسمع كلامك ليه؟ هي واحدة بتعرف تاخد قراراتها بنفسها، بتعرف تفكر لنفسها، بتعرف تاخد القرارات الصح بتعرف تعمل كل حاجة لوحدها، فهي مش محتاجة أساسا حد يعدل عليها بقى ولا أعملي ومتعمليش ولا أروحي ومتروحيش وقبل ما تنزلي يكلميني وما بينفعش مع الكلام ده وما بياكلش الستة اللي بعد كده بيخاف منها الرجالة هي ستة بورج التور بورج التور بالرغم من أنها أساسا بطبيعتها حنونة قوي يعني من الناس اللي هي تحس إنه هي أمك مش حبيبتك أو مراتك أو خطبتك هي أم أكتر منها زوجة أو حبيبة ستة التور حنينة جداً وبتحب عالتها وبتحب كارينج قوي على الطرف اللي معاها عموماً بس مشكلة بورج التور إنها عنيدة جداً ستة التور ما بتحبش تسمع كلام حد يعني عايز تسمع كلامها اضحك عليها بكلمتين حلوين تكسب بص عنها تتقدلك صوبها الشمع لكن تؤمرها أو تحاول تلوي درعها أو تحاول تفرد عليها حاجة هي مش عايزة تعملها تحاول تتحكم فيها وتفرد سيطرتك مستحيل هتنتحك يعني بورج التور فعلاً فعلاً من الستات اللي صعب قوي سيطرة عليهم إلا بمزاجها يعني لو بمزاجها تمام هتعمل لك كل اللي انت عايزه بس بمزاجها من غير ما تحس إنها مجبرة دول أول تلاتة الرابع بورج برضو الرجالة بتخاف منه قوي بسبب سمعته بسبب إنه هو متقلب شوية عارفتوا؟ بورج الجوزاء ستة بورج الجوزاء الرجالة عموماً بتخاف تدخل معاه في علاقة لأن هم بيحسوا إنها أول ما يعرفوها لذيذة وجميلة وفرفوشة وحبوبة وتباني إنها شخص ما بيغرش وتباني إنها مش فارق معاه وبتضحك وبتهزر وكل حاجة لكن بورج الجوزاء غيورة قوي ستة الجوزاء غيورة جداً طالما انت بتاعي طالما معاه في علاقة فاتسك ما تبصش لكده ولا كده لكن أنا ما تخنقنيش أنت مفروض لازم تبقى واثق فيه ما تعودش بقى بتقولي أنت فين وبتعمل إيه وراحة فين وجاية منين؟ لأ بورج الجوزاء هوائي عنده حتة هوبة كده شوية بس تمام يعني ينفع يتسيطر عليه بس الرجالة عموماً بتخاف بيخافي يحس إنها إيه؟ ممكن تسحى الصبح تقولي والله الست مش مولزمة تعمل كذا الست مش مولزمة تعمل كذا هي اللي هو إيه؟ مبارح بقولك يلا إحنا أنا كلها بدقة وهنعمل وهنسوي وبتاع واصحة الصبح هقولك لأ أنا مش مطلوب مني أطبخ واخسلوا الست مش مولزمة تعمل كذا عادي فهو بيقلق شوية من الحتة دي بيقلق من تقلبتها وبيقلق من إنها ممكن تكون بتغير رأيها كل شوية مع إن ده لطيف قوي والله فكرة أن انت كل يوم تبعيش مع شخصية شكل مش هتزهق يعني هتحس إن فيتها جديد هتحس إن فيه بني آدم جديد كل يوم عايش معاك بدل الروتين والملل فبرج الجوزاء نصيحة شو فيلك برج فرفوش ممكن مثلا مثلا هقولك ممكن برج الميزان لطيف هوائي ممكن برج الحمل برضو ظريفي يعني الأبراج النارية معاك هتبقى زي الفل ففكك بقى من الناس اللي هي إيه؟ روتينية دي وبتحب الاستقرار وبتحب الستة تبقى النهاردة زي بكرة زي بعده تعمل كل حاجة وتبقى العلاقة مصدمة فيه؟ فيه أبراج برج التور من الشخصيات اللي بتحب الروتين جدا يعني بيحب يحس بالأمان ويحس إن هو واثق من العلاقة اللي هو فيها وإن ما فيش حاجة تتغير لو عدة 100 سنة برج التور كده مين تاني من الأبراج كده؟ الجاد دي كده؟ العزراء كده؟ بعدي عن الأبراج دي شوفي الأبراج اللي بتحب كده لطيفة وجميلة وفرفوشة بس شوفي الأبراج